السلام عليكم اليوم سنتحدث عن ملعب البوليدة حيث انه تقرر اضافة اشغال جديدة بعض تغيرات في هذا الملعب رغم كل ما قيل عن المستوى من ناحية تصميم الملعب نحس بان الناس تحوي هذا الملعب بكل طرق من حيث انه تقرر اضافة بعض التغيرات على هذا الملعب يعني عندهم تحسينات تسمى بالتحسينات للملعب لكن ما عندك ما تسقم فيه هذا الملعب يعني نور مارمو يبقى للفريق المحلي للمقابلات انتع المحلية انتع البطولات في الجزائر وخلاص لكن السلطات في الرياضية في الجزائر قررت بعض تغذيف بعض الاضافات لهذا الملعب ومنها اولا توسيع التعلمين السشرفية ثانيا تهيئة المداخل المداخل تخصيص مكتب دراسات مخصص في زرع العشب الطبيعي لمتابعة الأرضية هذه وصيانتها وكذلك صيانة شبكة السلف المياه الأمطار وكذلك من الأشياء الجديدة سوف يتم انجاز زوج ملاعب ملحقة بالملعب الرئيسي للتدريبات بجوار الملعب هذا ونعرف بأنه فيها فضاءات كبيرة حول الملعب هذا إذن يكون فيها زوج ملاعب بالعشب الطبيعي لإضافية وتكون مخصصة للتدريبات وكذلك فيها عادة تأهيل الغرف الملابس مهم الحاقاتها وكذلك يعني يبقى الشغل المهم جداً ما زال ما منطلقوش فيه وهذا لنقص التمويل حيث أن العملية المهمة التي هي مسطرة لكن مؤجلة وهي تغطية المدراجات ويعادة تأهيل السباق رواق السباقات يعني للدائر بالأرضية الميدان يعني هذا الريواق يعادة تأهيله وكذلك تغطية المدراجات كما سيتم تهيئة حضرة السيارات وإنشاء أخرى جديدة للرسميين للسيارات الرسمية وتجدر الإشارة إلى أنه تم تأهيل المسبح وتخصيص عملية أخرى لتأهيل قاعة المتعدد الضياد بذات المراكب وهذا معلومة جديدة لأننا لم نكن نعرف بأن ملعب البوليدة فيه مسبح وقاعة متعددة الرياضات بجانب الملعب بما يكونه ليصبح مركب البوليدة وليس ملعب كما هو معروف إذن هذه هي التغييرات اللي راح تطرأ على ملعب البوليدة نأمل أن تكون فيها ما يكونش بريكولاج اعتذنا على البريكولاج هذاك تكون عمليات تأهيل يعني جيدة ومتراعي المقاييس العالمية في ميدان تأهيل الملعب و سلو لنورمت على فيفا ولنورمت على إذن هذه هي ونكتفي بها القدرة والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر